لذلك اخوان نقول للناس كنوا على بينة عملية التطهير هي ازالة الشرك والالتباس والايمان بالولاية هل المؤسؤولين عن هذا البيت مؤمنين بالولاية يقيمون حد الله يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر اذا كيف تزور بيت لا يقام فيه حدود الله وهو مخصوب وهل علمتكم الشريعة يا شيعة ان الحج او الصلاة وهي من اركان الاسلام الحج ركن اساسي هل يجوز ان تؤدي فريضة بمكان يختصب او مخصوب لذلك اقول للناس حينما تفكرون بكلامي تجدونها صفحة ما بعدها صفحة